اهلا بكم الى موجز اخبار الان قتل طفل واصيب سبعة اشخاص اخرين في انفجار دراجة نارية بالشارع السياحي بمدينة القامش لشمال شرق سوريا وافدت مراسلتنا بوصول اربعة من الجرحة الى احد مستشفيات المدينة بينهم شخص اصابته بلغة وعادة ما يعلن داعش مسئوليته عن الانفجارات هناك لكنها كانت نادرة الحدود في السنة الاخيرة حاولت قوات النظام اقتحام حي جوبر شرق العاصمة دمشق وسط قصف مدفعي وصاروخي على الحي في خرق مستمر لاتفاق تخفيف التصعيد هذا كما قتل طفل واصيب اخرون بجروح متفاوتة جراء قصف مدفعي لقوات النظام صباح اليوم على مدينتي سقبة ودومة وبلدة كفر بطنة في الغطط الشرقية بريف دمشق سيطر الجيش الوطني اليمني على مساحة واسعة من وادي بن عبدالله جنوبي حرط بعد معارك اندلعت اطرى هجوم للقوات الشرعية في المنطقة الحدودية مع السعودية وقالت مصادر يمنية ان ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الاشتباكات يأتي هذا التقدم بعد ايام من استعادة مدينة ميدي تماما من قبضة المتمردين طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي رسميا بوقف اجراء استفتاء اقليم كردستان وذلك بعدما اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امرا بتعليق الاستفتاء المزمع عقده هذا الشهر من جهته وصف وزير الخارجي الفرنسي الاستفتاء بالخطوة غير المناسبة داعيا بغداد واربيل للحوار يأتي ذلك في وقت اعلن في وزير الدفاع البريطاني انه سيحاول اقناع رئيس الاقليم سعود بارزاني بالتراجع عن تنظيم الاستفتاء خلال جلسة على هابش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة طلب الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعية العامة للامم المتحدة باستخدام صلاحياته الكاملة من اجل تقليل البيروقراطية التي تعيق عمل المنظمة الدولية داعيا جميع الدول الى تقاسم الاعباء المالية للامم المتحدة نطالب الامم المتحدة ان تعيد ثقة بها لجميع الناس حول العالم يجب على المنظمة الدولية ان تتحمل المسئولية الكاملة وان تصغي الى جميع الانتقادات الموجهة لها يجب اعادة النظر وتغيير العديد من مهمات المنظمة ومن واجبنا ان نعمل ونساعد الامين العام للامم المتحدة لاستخدام سلطته لتقييم البيروقراطية انطلقت في اليابان فعالية يوم احترام المسنين الذي تمنح فيه السلطات في توكيو جميع مواطنيها عطلة رسمية يوم الاثنين شارك في الفعاليات نحو مائتين واربعين شخصا تتخطى اعمارهم خمسا وستين سنة نهاية الموجز الى لقاء نشكركم على متابعة قناة التلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك او سوبسكرايب واذا عجبكم ذلك لا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك